اشتركوا في القناة في خبر اخر كشف البروفيسور ورئيس المصلحة بالنيابة بالعيادة المركزية للمحروقين بياك كلودين شولي المتواجدة بالجزائر الوسطى محند ارمدان بشيش عن توجد تسعة اطفال مصابين بحروق خطيرة على مستوى العيادة من بينهم ثلاث مصابين بحروق بليغة متواجدون في قسم الانعاج وافد البروفيسور في تصريح لراديو ام انه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لرضيع يبلغ من العمر ثمانية اشهر اثر استنشقه لدخان الحرائق ام الرضيع توفية اخرى بمستشفى الدوير بالعاصمة متأثرة بحروق بليغة يواصل جزائريون وجزائريات بمختلف ولايات الوطن رسم صورة التضامن والوحدة الوطنية من خلال جمع التبرعات ونقلها الى الولايات المتدررة بالحرائق على غرار ولايات تيزيوزو الطارف واسكيكدا وعن تبرع الدعا نشطاء على مواقع تواصل الاجتماعي الى التبرع بالدم لصالح المصابين بالحروق ذلك على مستوى المركز الطبي لمستشفى مصطفى باشا ننتقل الى اخبار مغربنا الكبير وبتونس افادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم نوحدات الحماية المدنية اطفأت خلال الاربعين وعشرين ساعة الماضية ثمانية وسبعون حريقا بمختلف مناطق البلاد اما بالمغرب ترجع انتشار حرائق الغابات المحيطة بمدينة شفشاو شمال المغرب مع تواصل الجهود لمكافحة الحريق المستمر منذ يوم السبت وذكر المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية ان الحرائق اتت على نحو سبعمائة وخمسة وعشرين هكتارا من الغابة نختم متابعين باخبار الرياضة حيث سيتعرف المنتخب الجزائري لكرة القدم عشية اليوم على منافسه في دور المجموعة لكأس امم افريقيا الفين واثنتين وعشرين حيث ستجرى القرعة على ساعة السابعة بتوقيت الجزائر في قصر المؤتمرات بالعاصمة الكاميرونية يا وندي وتحتضن الكاميرون من ساعة جنفي الى ستة فيفر من العام المقبل نهائية بطولة كأس امم افريقيا الفين واثنتين وعشرين التي تأجلت بسبب وباء كورونا فحظ موفق لفريقنا الوطني بهذا نكون متابعين قد انهينا هذا الموجز نذكر بانه باستطاعتكم متابعة اخبارنا على مواقع توصول الاجتماع الخاص بنا وعلى موقع غاجو تيغي ام بونات ومجراب اميرجون بونات تلقاكم زميلة اميرة بوجمعة اليوم على الساعة الرابعة في حصة مرانج ساكتين ستكون حصة خاصة للحديث عن الحرائق التي تشهدها ولاية الوطن وعن التضامن الذي يرسمه الجزائريون والجزائريات مع المناطق المتدررة الى اللقاء